مجددا أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اعتماد قرار الجولان السوري على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعملا باتفاقية جنيذ المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب على الجولان السوري المحتل الجمعية العامة صوتت بأغلبية لصالح قرار يطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل أراضي الجولان السوري المحتل إلى حدود خط الرابع من حزيران عام 1967 وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة كما أدانت الجمعية مخالفة إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 وطالبتها بإلغاء قرارها الصادر في الرابع عشر من يناير من نفس العام والذي يقضي بفرض قوانينها وإدارتها على الجولان كونه قرار لاغ وباطل وغير شرعي من جهته طالب ممثل وفد النظام السوري في الجمعية العامة منذر منذر الأمام المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان والانسحاب إلى خط الرابع من حزيران عام 1967 وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي 242.338.487 منذر شدد على حق سوريا السيادي على الجولان مبينا إنه غير خاضع للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أن يسقط بالتقادم وفق تعبيره كما دان تعامل الأمم المتحدة والدول الأعضاء مع احتلال إسرائيل للجولان دون تحرك جدي له نتائج